كان لوباء كورونا تأثير كبير على قطاعات واسعة طلبة جامعة مؤتى وغيرهم كانوا ولا يزالون ممن تأثروا بتداعيات ما حصل إذ بعدت الجائحة بين الطالب وألية حصوله على المعلومة نتابع عام ونصف العام على تكرار مشكلات طلبة التعلم عن بعد منذ بداية العام الدراسي الجامعي القطاع الإنترنت أحيانا يتسبب بتشتتهم وعدم التركيز كما أن ضيق الوقت خلال تقديم الامتحانات الإلكترونية يشكل عائقا أكبر واجهني كثير مشاكل بفترة التعليم الإلكتروني من ضمنها مشكلة الإنترنت للأسف أنه دائما أو بالأغلب الدكاتري بيفكروا أنه الإنترنت متوفر وبشكل كبير ودائما بتكون الشبكة عالية لكن مرات بتقطع الشبكة أو بتكون انتها بمنطقة البث فيها منقطع فهذا الأشي بيأثر على الامتحانات ويأثر على تركيز الطالب أنه بيكون خايف أنه ما يزبط بالامتحان أو ما يكفي الوقت في بداية الأولاين كانوا أغلب الدكاتري يعطونا وقت كافي بس مع مرور الوقت واستمرار التعليم الإلكتروني أغلب الدكاتري صاروا ينظروا أنه بالنظرة الشمولية أنه كل الطلاب بيستخدموا عملية الغش فكانت هاي النقطة يستخدموا أنه ضيق الوقت في الامتحانات التعليم عن بعد له سلبيات كثير من ضمنها أنه انفصال النت يعني فجأة بينفصل النت عن الطلاب في حال وقت الامتحان لأنه وقت الامتحان بيكون في عبارة عن وقت معين للطالب بعطويا الدكتور أو الدكاتري ففجأة من كثر الضغط على النت لأنه أغلب الطلاب هلأ بيكونوا على الأجهزة الأكترونية فبصير ضغط ففجأة بيطلع من الامتحان فهذا بنحسب من وقتنا إلا نرجع نتواصل مع الدكتور مشان يرجع يرجعنا على الامتحان ويكون نص الوقت اللي هو معتنا يا رايح لأنه بيكون رايح من وقتنا المشاكل بوجهة الطلاب أثناء سير الامتحانات في بداية التعليم الإلكتروني كان هناك مشاكل كثيرة كان واجهها الطلاب مثل كان المدرسين يستخدموا برمجيات مختلفة عن نظام الجامعة مثل جوجل فورمز مايكروسوف تيمز وهذه البرمجيات ما كانت تسمح للطلبة إذا صار عنده مشكلة قطاع في الإنترنت أو علق جهاز الكمبيوتر أنه تتخزن الإجابات فكانوا الطلاب يعني يقعوا بمأزخهم والمدرسين أشيئت في جامعة موتا مركزا متخصصا في التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم وأنيت بهذا المركز حقيقة إيجاد الحلول التي تواجه الطلبة أثناء عملتهم التعليمية أثناء تقديمهم الامتحانات والحقيقة خلال الفترة الماضية قدمت مؤتا وعملت على توفير البنية التحتية المناسبة من ناحية زيادة عدد أجهزة الخوادم أو السيرفرز أيضا زيادة طاقة الشبكة داخل الجامعة وخارج الجامعة أيضا توفير البرمجيات المناسبة التي تساعد في تخزين المعلومات واسترجاحها بأفضل الطرق الممكنة وأيضا بالتواصل مع شركات الاتصالات أيضا وفرت حزم للطلبة الجامعة بحيث أنه ما يكون هناك عائق أمامهم لمواصلة عملية التعليمية وأيضا الاستمرار بالتواصل مع الجامعة إذن تجاوز هذه المشكلات حسب المسؤولين في الجامعات يجب أن يكون مستداما حيث تتنبه إدارات الجامعات لضرورة بناء استراتيجيات تعليم إلكتروني تفاعلي يحقق المصلحة العلمية وأهداف التعليم العالي